غطى على هذا الانتصار ايه؟ كسة رحيل امام عشور فالنهاردة عندي بعض الكواليس بخصوص امام عشور بعض الكواليس بخصوص فتوح بعض الكواليس اللي بتتعلق بعرض النادي الدنماركي متلند الدنماركي والمقابل المادي اللي حيتقضاه نادي الزمالك او اللي من المفترض يدخل حطي بتاحت الكلمة دي ميتخط من المفترض ان المقابل ده يدخل فين؟ خزينة نادي الزمالك وارصدة نادي الزمالك فهنا هنطرح تساؤل مهمة بس بعد شوية خليك مركز معي أول حاجة موضوع إمام عشور النهاردة إمام عشور أخطر المسؤولين في نادي الزمالك بشكل رسمي برغبته في الرحيل إن برح طبعا كلنا عرفنا أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قال له عندك فرصة غاية الصبح تفكر تراجع أو تشاور الناس المقربة منك ووالدتك وكلام من ده وبعدها تدينا القرار بكرة الصبح مع وضع في الاعتبار أن نادي الزمالك مبسوط بالعرض وبالمقابل المادي شايفه أنه مناسب جاي في توقيت مهم جاي في توقيت مهم العرض تقريبا بيتخطى 3 مليون دولار فالمقابل المادي اللي حيخش نادي الزمالك 3 مليون وشوية يعني بكام مصري يعني تبقى كده للحسابات كده يوصل لحوالي 105 مليون جنيه مصري وده رقم في الوقت الحالي ده لا رقم وحاجة إيجابية جدا جدا لنادي الزمالك لكن على الصعيد الفني في حالة من حالات الغضب عند بعض من جمهور نادي الزمالك لأن في كل الأحوال إمام عشور لعيب كبير ومن أفضل لعيبة في وسط ملعب مصر في وسط ملعب الدوري المصري بشكل عام تيجي جا تعدى أسماء هتلاقي منهم طبعا إمام عشور اللي لم يكن أبرزهم بمنتهى الوضوح لعب مهريا بدنيا تاكتكيا عالي جدا 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 فبالتالي الناس في نادي الزمالك بينادوا يا جماعة لا الأفضل نحن نخفز على إمام عشور الأفضل نحن نسيب اللعب معنا نعدله عقده وخصوصا إن إمام عشور عقده ينتهي بعد سنة ونص من دلوقتي يعني شهر يناير المقبل يحق ليه إن هو يوقع مع أي نادي يوقع مع أي نادي فدي قصة إمام عشور لكن لسه بعض الكواليس الأخرى طيب نادي الزمالك دلوقتي بيعمل إيه نادي الزمالك عارف إن الولد عايز يمشي وفي نفس الوقت نادي الزمالك عايز يغطي رحيل إمام عشور فنيا ده طبيعي إنت لو ما تفقد واحد زي إمام عشور لازم تجيب بديل لازم تشوفها تعوض إزاي فهنا الكلام هيكون على بعض الأسماء المهمة جدا جدا اللي الزمالك بيحاول يخلصها في الساعات الأخيرة من فترة انتقالات الشتوية وقبل غلق باب القيد الأسماء بتتمسى في مين؟ قلنا نبارح عبدالله السعيد وبالمناسبة ناسبة عبدالله السعيد كل موضوع يقرب يبعد كل موضوع يقرب يبعد ده الكلام ده على مدار خمس سنين من ساعة ما تصور عبدالله السعيد مع مسؤولي نادي الزمالك بتشيرت نادي الزمالك وانتقاله لنادي الزمالك لما كان لعب في نادي الأهلي ومن ساعتها الانتقال ده لم يتحقق ولم يتم فالمحاولات بتفضل مستمر والرغبة متبادلة عند اللاعب وعند نادي الزمالك واللاعب بصراحة لعيب كبير قوي من أفضل لعبين في تاريخ مصر محدش يقدر ينتر كده على المستوى الفني دي حقيقة وضواقع دي حقيقة وضواقع فبالتالي حاليا وانا بكلمك كده صفقة عبدالله السعيد في طريقها للفشل مبارح كبت اقترب جد ايه الكصة فيها؟ الكصة ان زمالك عارض 15 مليون بيراميز عايزين 20 مليون ولعيب اعارة اللي هو مين سيف فاروق جعفر فلم يصلوا لنقطة اتفاق حتى الآن في نفس الوقت اللي نادي الزمالك بيحاول يحافظ به على سيف فاروق جعفر في حالة رحيل مين؟ امام عشور خلي بالك رحيل امام عشور لم يتم بشكل رسمي حتى هذه اللحظة واحنا عاملين سؤال النهاردة للحلقة بالمناسبة على صفحات القناة النهار المختلفة على السوشيال ميديا ايه رأيك في قرار رحيل امام عشور هل انت مع ولا ضد؟ فبرضو في اخر الحلقة هنتناول تعليقات حضراتكم يعني فبالتالي هننتظر ونشوف الموقف هيخلص على ايه؟ لكن اعتبر ان امام عشور خلاص رحل عن نادي الزمالك